حركة النهضة التونسية التي خسرت مصار إسقاط الدسول لا يبدو أنها مستعدة لخسارة حضورها في المجهد السياسي من خلال الانتخابات التشيعية المقبلة حتى دخلت الحركة في صراع أجنحة جديد حول المشاركة من عدمها إذ قال زعيم الحركة راشد الغنوشي قبل أيام إنه مستعد لتقديم تنازلات في حال إيجاد تسوية سياسية لمصلحة تونس قانونا يذهب مراقبون بعيدا إذ يتوقعون أن يمنع القانون الانتخابي الجديد الذي سيصدر في شكل منصوم رئاسي سيمنع الأحزاب المتورطة في قضايا جزائية ذات علاقة بتبيض الأموال أو الإرهاب أو جرائم انتخابية سيمنعهم من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي ومنها حركة النهضة هذا المنع إن صح التعبير قد يدفع الحركة إلى المشاركة في الانتخابات بشخصيات أو أحزاب مقربة منها حتى لا تبقى خارج المشهد السياسي فالحركة لا يمكنها البقاء خارج خيوط اللعبة السياسية وستعمل على ضمان موقعها في الخريطة الحزبية يقول المراقبون إن القانون الانتخابي لن يتضمن أسماء أحزاب بعينها بل سيمنع كل من هو تحت طائلة العدالة وله جرائم وثقة أو جرائم انتخابية من المشاركة في هذه الانتخابات هذا يعني أن حركة النهضة ستكون محرومة من هذه الانتخابات لأن بعض قوائمها المشاركة في الانتخابات السابقة أسقطتها محكمة المحاسبات ولن تتمكن شخصيات عدة من المشاركة في هذه الانتخابات المقبلة فما هو موقف حركة النهضة الإخوانية؟ نهب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة بالقاسم حسن قال في تصريح صحفي أن موقف الحركة الأصلي لم يتغير ولن تنتظر الحركة القانون الانتخابي إن كان سيقصيها أم لا من المشاركة في هذه الانتخابات ورغم هذا الموقف يبرز آخر يلمح إلى مشاركة الحركة في الانتخابات أتى على لسان القيادية المستقيل من النهضة عبدالطيف المكي إذ أعلن في يونيو الماضي تأسيس حزب جديد يضم عدد من المستقيلين من الحركة يحمل اسم العمل الإنجاز قد يكون بديلا للحركة التي تحاول الالتفاف على الدستور القانون